ازاي بعد ما بننفصل ازاي بعد ما اتطلق احسب غلطتي وارجعتين يعني اعتقد ده نموذج برضو نستة خدت ودت مع نفسها لعلمك ده نموذج ممتاز جدا يعني هي فعلا اه خلاص غلطنا حصل خير خلاص مفيش مشكلة مدام عرفت اراجع نفسي وارجعتني للصحة واعتذر او ان احنا نرجع لبعض بس عرفت غلطتي ايه فده طبعا كويس مش عيب ابدا مش عيب ابدا ان انا اقعد اراجع نفسي وحياتي وارجع اقول ممكن انا غلطانة انا انفعلت زيادة انا مكنش متخيلا ان انا طلع وحشة بالشكل ده موين بقى كسرنا الحتة بتاعت الكبرياء اللي بتبقى عند الراجل او الست فكده الحمد لله مدام عدينا دي واعتذرت وعرفت غلطتي للراجل او الست برضو كده ازاي الفل خلاص تيجي بقى في وسط الاعدة قعدة الصلح الحلوى دي يروح رايح الراجل هو كابت بقى انت عايف الرجال بقى ايه يشوفه يصر في قلبه طول فترة الانفصال طول فترة القطيع هي طبعا عايزة تضايقه فتعمل ايه طبع تلبس بقى وممكن بادي عريان شوية قال لها ما تلبسهوش ما تنزليش مع صحابتك دي فتنزل تتصور قد ايه يا سعيدة اوي واو فظيئة يجي بقى في قعدة الصلح دي يروح جايب لها بقى كل الصور بص 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 اخوها باباها بص بص عاملة ايه نعمل ايه بقى برضو في البند ده اللي بيبوز القعدة يعني هو طبعا من الاول بلاش موضوع اللي هو الحاجات التانية دي لا الله هي طبعا عايز تخرج بس انت شايفة بقى بيخرج مع صحابه طول وقت اه للاتنين لا للاتنين اه يعني هو برضو بلاش بقى يطلع الرحلة بتاع تشارم اللي كان نبسه فيها بس مكسوف اه ويطلع مع صحابه يصطاد مع عرفش فين وتلاقي قاد مع صحابه مبسوط طب وهي مش بني قدمة برضو يعني اه بالضبط هو كده عمالي غزة والعكس الناحية التانية هي برضو عمالي تلبس لبس معين هم مش عايزه ولا مش عايف تخرج فين وصحابها معينين ترح تغير اللون شعراء اللي هو كان عمالي تحيل عليها بس هيا انا عملها كده عندي فيك طب يعني نقلل الحاجات دي طب عد حصلت حصلت بقى حصلت اه مفروض ايه اللي يحصل في القعدة حصل خير حصل خير نبدأ تاني من اول وجديد ولازم الرجل يبقى متفاهم ان هي كان بتعمل كده عشان تغيزه والعكس والست برضو تبقى فهم ان هو كان بيعمل كده عشان يغيزه لكن نفضي ده برضو وننظف الحتة دي كويس قوي ونبدأ من الاول بس ده سبب يعني قوي جدا موضوع السوشيال ميديا اه يعني ده اكبر نسب طلاق بتحصل بسبب الصور سبب السوشيال ميديا سوشيال ميديا انت رحت انت تصورت انت عملت اللايك لفلانة انت يعني دي حلقات وحلقات وليه عملت لاف ما عملتش لايك يعني عارف اندي بقى حتة دي طعن انت كنت اعمل لها لايك وخلاص اي اخي يقول لها دي صاحبتي ده طب دي زميلتي في الشغل ده مش عارف ايه مفيش طبعا تفاق والعكس برضو انت زاي بتكلمي ده ومش عارف ايه ده بنخالتي اللي هو زي اخوية دايما هي مشكلتين دولف كده دي زميلتي وده بنخالتي اللي زي اخوية لكن السوشيال ميديا خربت فعلا بيهم كتير ولا زالت بتعمل كده عشان احنا مش عارفين نستخدمها احنا مش عارفين ناخد الحلو منها وعايزين ندخلها في حياتنا غزبا عننا